الآن من بيت لاهية ينضم إلينا الدكتور حسام أبو صفية رئيس أقسام الأطفال في مستشفى كمال عدوان دكتور أبو صفية أهلاً وسهلاً بك كيف يبدو واقع مستشفى كمال عدوان في عمومه وكان من المستشفيات الأساسية التي تستقبل أعداداً من المصابين إياكم الله كرحبه وشكراً لكم على هذه الإطلالة وعلى تسليط الضوء على ما يحصل من إبادة جماعية في حق شعبنا في شمار قطع غزة وأنتم جيداً في ظل خروج المنظومة الصحية الكاملة عن العمل وفي ظل خروج كمال عدوان المستشفى الذي يعني آخر وقت قصير كان يقدم خدمة الأطفال والمساء والولادة والصفال الجرحة طبعاً المستشفى كمال عدوان خرج بالكامل عن خدمة ونتحدث إليكم الآن يعني يتم محاطرة مستشفى العودة بشكل كامل حتى يتم إخراج مستشفى العودة أيضاً عن الخدمة مستشفى العودة بيقدم خدمة النساء والتوليد وجراحة العظام فأصبح الآن شمال قطع غزة لا يوجد فيه أي مركز طبي يقدم خدمة صحية صحيحة تجاه المصابين الآن المصابون يعني يتركون الخدمة المبدئية أو الإسعافات الأولية في مراكز الإيواء وهي خدمة بسيطة تقدم كإسعاف أولي لكن لا توجد عمليات جراحية ولا يوجد فيها إمكانيات متقدمة للحفاظ على أرواح هؤلاء المصابين وللأسف الشديد هناك عدد كبير من الشهداء جلهم من الإصابات التي لو وجدت هذه المراكز الصحية يعني لكتب لهم العيش لأنهم يحتاجون إلى تدخل علاجي وتدخل جراحي لا يوجد لدينا من الأدوية المهمة جدا للتخذير وحتى التخصصات الطبية يعني مستشفى كمال عدوان يعتقل الأكثر من سبعين من الكادر الطبي وعلى رأسهم الدكتور أحمد الكحلوت مدير المستشفى وكذلك مستشفى الآن العودة تم اعتقال رئيس أو مدير المستشفى العودة وكذلك اعتقال بعض الأطباء ومنهم طبيبين والآخرين تم طردهم بشكل مباشر من المستشفى وكأنه يعني يعني يولدون يعني قتل الناس يعني في الشوارع ومن يصاب يموت في الشارع بدون أي خدمة صحية دكتور حسام هو مستشفى كمال عدوان نفسه كان قد حوصر من جانب قوات الاحتلال في أكثر من مدخل من بين مداخله ما الذي كانت تستهدفه قوات الاحتلال من خلال هذا الحصار ومن خلال حتى عمليات الاعتقال التي تمت لعدد من أعضاء الكادر الطبي فيه هو مستشفى كمال عدوان استهدف فيه البشر والحجر وكل شيء مستشفى كمال عدوان تم قصف فيه كل الأقسام المساعدة والمساندة للمستشفى في بداية دخوله واقتحامه الهمجي لمستشفى كمال عدوان قام بتدمير محطة الأكسجين وقام بتدمير محط مولد الكهرباء وقام بتدمير محطة اللو المياه وبالتالي حصرنا لأكثر من سبعة أيام مع جرحة لأكثر من خمسة وستين جريح جلهم من الأطفال وكان لديه صابات لدى الأطفال صابات متقدمة وكنا نقدم نوعا ما من الخدمة الصحية ونحن محاصرين وفي النهاية صارنا استشفى أكثر من 12 شخص من المصابين ونشدنا كل الجهات المعنية والدولية والصليب الأحمر وللأسف لم نجد أي استجابة لمطالبنا أو أي تلبية لاستغاثة احنا وجهناها لكل أصحاب الضمير الحي وأصحاب القانون وأصحاب الحصانة الذي يدعون أن هناك حصانة تحصل للمستشفيات والكادر الطبي تم اعتقال الكادر الطبي بطريقة همجية الدكتور أبو صفية هو ما جرى في مجمع الشفاء مثلا كان الاحتلال يزعم أن هناك أنفاق وأن هذه الأنفاق تستخدم كغرف إدارة المعارك بالنسبة لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية لكن ما الزعم أو الادعاء الذي يقدم من جانب قوات الاحتلال عندما حصر مستشفى كمال عدوان واستهدف كما تقول في أكثر من قسم فيه طبعا قبل ما يدخل كمال عدوان هو قام باستهداف مبنى الولادة وأستشفى خمسة أشخاص من ضمنهم ناس كانوا لسه خالجين من عمليات قيصرية حدثت تم عملها في المكان بعد ذلك عندما اقتحم المستشفى كان يدعي أن هناك مسلحين موجودين وهذا الدعاء كاذب أنا كنت شخصيا موجود في ساحة المستشفى عندما طلب مننا الخروج من الأقصام والتجمع في ساحة المستشفى تم عمل مسلسل كاذب أمام عيوننا تقام بإخراج بعض الأسلحة الخفيفة وهذه الأسلحة موجودة كانت لرجال الأمن أنتم تعلمون أن أي مستشفى يوجد لديها بوابات ومخالج يوجد لرجال الأمن وهؤلاء الأمن يبين بعض الأسلحة الخفيفة لحفاظ على الأمن المستشفى فقاموا بنسج مسلسل كاذب أمام عيوننا من خلال أخذ هذه الأسلحة وقاموا بقلع ملابس النازحين وإعطاء هذه الأسلحة تحت تهديد السلاح وقاموا برسلها على أنهم هم ناس مسلحين يخرجون من المستشفى وكنا نعلم أن هذه المقدمة كانت لمجزة سيرتكبها بحق كمال عدوان وفي الأيام التالية يرتكب عدة مجازل فيك داخل كمال عدوان ومنظومها تم نفس القبول الموتى في داخل المستشفى كمال عدوان طبعا نحن كنا ندفن للشهداء لعدم السباح لنا بالخروج بالمستشفى كمال عدوان ودفنها في مكاء في الأماكن أو المقابل المخصصة فقمنا بدفن الشهداء في ساحات المستشفى وعندما اقتحموا المستشفى قاموا بنفس القبول وإخراج الجثث وعندما انتهوا من عملهم الخاص بهم بالجثث قاموا في جنف الجثث بالخيام بالناس المصابين داخل هذه الخيام وتم جنفهم في تجاه واحد وقتل من كان بداخل هذه الخيمة وبالتالي احنا بالأمس خرجنا في مؤتمر صحفي وطلبنا لجان دكتور قسام تقول ان قوات الاحتلال قامت بنسف القبور التي جرى تخصيصها في بعض ساحات المستشفى التي دفن فيها بعض الشهداء بحكم تقلص أعداد المقابر التي يمكن أن تستوعب هذا العدد الضخم قامت قوات الاحتلال أصلا بنسف هذه القبور وربما حتى باكتثاث بعض القثث التي كانت موجودة فيه أخي الحبيب قام في الاحتلال وليس فقط بنفسه وقام بسحق هذه الجثث ورأينا في الصباح عندما خرج العدو من المكان رأينا جثث جلها كانت شميه مهروسة من الدبابات والجارفات اللي جرفتهم إلى جانب بشكل لا إنساني وكذلك تمجاز الخيام التي كان بها بعض الجرحة وقتل كل من كان في المكان يعني هذه جريمة وطلبنا المجتمع الدولي وطلبنا بلجان تحقيق حقيقية تأتي إلى المستشفى وترى بهم عيونها ما يفعل هذا المجرم النازل بحق الجرحة والمصابين دكتور حسام أنت أشرت إلى اعتقال عدد من أعضاء الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان من بينهم دكتور الكحلوت مدير المستشفى وعدد آخر من المستشفيات إلى أين يقتاد أعضاء الكادر الطبي الذين يتم اقتيادهم أو اعتقالهم من جانب قوات الاحتلال إلى مراكز احتجاز يخصصها جيش الاحتلال في بعض مناطق قطاع غزة أم يقتادون مباشرة إلى بعض السجون الاحتلال هناك نعتقد هناك عندهم يعني يوجد حصة خصوصة للتحقيق ومن ثم يعني بعد ذلك يقتادوهم إلى جهات غير معلومة أعتقد هي داخل سجون الاحتلال لكن قبل ذلك لما قاموا بالتحقيق مع الكادر الطبي العام في مستشفى كمال عدوان تركوا بعض منهم وعندما تركوهم يعني يخرجون إلى مدارس الإيواء أطلقوا النار عليهم وصابوا خمسة من الكادر الطبي يعني هذا عمل يعني بصراحة لا يوجد وصف يعني لما رأينا بهم عيوننا في مستشفى كمال عدوان وأعتقد نحن نحن وباقي المستشفيات نعيش نفس السيناريات اللي حصلت في مستشفى الشفاء والاندونيسي واليوم في وكما العدوان واليوم في العودة وغدا نعتقد ستكون الباقي المستشفيات عوضة لهذا المجرم النازل قاتل الذي يعني لا توجد لديه يعني خطوط حمراء ولا يعرف حصانة المستشفيات والكادر الطبي أخيرا دكتور حسام أنت رئيس قسم الأطفال في هذا المستشفى كيف بدت طبيعة الإصابات التي تلقاها الأطفال ونحن شاهدنا صور كانت مروعة للغاية لكن من الناحية الطبية كيف كنت تستقبل هذه الحالات وما طبيعة الإصابات المختلفة في هذا العدوان أخير عزيز الإصابات إحنا يعني إحنا عايشنا الحروب السابقة في قطاع غزة طبعا هذه يعني السنة تختلف تماما هذه الحالة تختلف تماما عن باقي الحروب طبيعة الإصابات يعني جلها تكون بشكل حروق يعني كانت تاتل للأطفال والنساء وكبال السن والمصابين كانوا يأتون بطبقة من البارود تكفي أجساد هؤلاء الجرحى وهناك حروق يعني تفوق السبعين أو ثمانين بالمئة من أجساد هؤلاء المصابين ويعني شيء كان بنشب لينا هو شيء جديد حديث ونحن كنا عندما نكون يعني في التعامل نقوم بالتعامل معهم يصيبنا نوع من الاختناق من طبقة البارود اللي تغطي عن ساد هؤلاء المصابين يعني في شكل آخر من أشكال الصابات اللي كان يصل لدينا كان يصل لدينا أطفال بلا رؤوس وبلا أقدم يعني مبطلين أيدي مبطلين أقدم ويعني شيء كان بشع جدا يعني لا أعلم ما ذنب هؤلاء الأطفال وكبار السن والناس اللي هم حتى ذعبوا إلى أماكن واعية يعني يتعاملون بهذه الوحشية وكأن هذا الطفل هو مستهدف وكأنه هو المقاوم وكأنه هو الهدف الأساسي لهذا الجيش النازي المجرم من بيت لاهياء دكتور حسام أبو صفية رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان أشكرك شكرا جزيلا وربما هذه الشهادة التي لا تحتاج منها إلى مزيد من التعليق يكفي فقط الإشارة واحدة لجملة ما أشار إليه دكتور أبو صفية عندما قال إن قوات الاحتلال لم تكتفي فقط بقصف المستشفى ولا تدمير محطة الأكسوجين ولا بعض أجزاء المستشفى في مداخله وأقسامه المختلفة قال إن حتى القبور التي خصصت في المستشفى لدفن الجثث جرفت من جانب قوات الاحتلال بآلياته التي دخل لها ترجمة نانسي قنقر